هنبدأ مع حضراتكم أول خبر النهاردة هو تدريبات استشفائية للعيبي الأهلي استعدادا لكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي خاط تدريبات استشفائية اليوم على ملعب التتش وفقا للبرنامج اللي وضعوا الجهاز الفني بقيادة السويسري ريني فييلر للنزول بالحملة التدريبي والتخلص من الإجهاد واستشفاء اللاعبين وتجهيزهم بأفضل شكل ممكن قبل صفر بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية صباح الأربعاء المقبل في رحلة طيران زي ما قلنا لحضراتكم أكثر من مرة تستغرق ما يقرب من 12 ساعة وبتتخلى لها ساعتين ترانزيت في مطار أديسة بابا في إثيوبيا الميران كان بيركز على تجهيز اللاعبين أو النزول بالحملة البدني وتجهيزهم فنيا وبعض التكليفات الخططية لتخفيف العبء البدني على اللاعبين أو الأحمال البدنية على اللاعبين ودخلهم أجواء المباراة القادمة مع بطل غينيا الاستوائية وهم في الطوب فورم أو في أفضل جاهزية ممكنة وطبعا إبعاد اللاعبين عن أي إجهاد تعرضوا له بدنيا أو عضليا من خلال تكثيف التدريبات في الفترة الماضية مش هنقدر طبعا نقول لحضراتكم تفاصيل كثيرة جدا أكثر من الأخبار الرئيسية الموجودة معنا عن الفريق لأنه زي ما قلنا أنه بدءا من الأمس تقرر وكان قرار لهذه الفترة من الجهاز الفني وتحديدا من المدير الفني ريني فيلر بأن تكون التدريبات مغلقة أمام وسائل الإعلام وأنه حريص على أكبر قدر من السرية في أن تحيط بالفريق في هذه المرحلة بيضع أولى بصماته وبصمات الجهاز المعاون له فريق معاوني مكون من ثلاثة من الخبرات القادمة معه من سويسرا بالإضافة إلى الكوادر المصرية المتميزة الموجودة في الجهاز الفني للفريق الأول للنادي الأهلي ورؤيته فيلر لهذه المرحلة أنه الأفضل هو أن تكون التدريبات مغلقة وبالتأكيد من أجل مزيد من التركيز وأنه يشتغل على رؤيته الفنية وتكلفاته الفنية لللاعبين وشخصية الفريق اللي عايز يضعها للمباريات والبطولات القادمة جلسة تنسيقية بين فيلر وعبد الحفيظ ريني فيلر المدير الفني للفريق الأول في النادي أهلي عقد جلسة تنسيقية مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على هامش مران الفريق اللي يقيم مساء اليوم استعدادا لمباراة أو مواجهة كانو سبورت يوم 14 من الشهر الجاري في دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا والكابتن سيد عبد الحفيظ من خلال هذا اللقاء قام بإطلاع المدير الفني ريني فيلر على كافة التفاصيل الخاصة بالترتيبات اللي بتسبق وصول بعثة الفريق أو صفر البعثة إن شاء الله صباح الأربعاء المقبل إلى غينية الاستوائية وتجهيز كل الأمور والتنسيق مع رجال السفارة المصرية في غينية الاستوائية لتذليل كل العقبات وتسهيل مهمة الفريق وأن الأمور تكون في أفضل شكل ممكن يساعد الفريق على التألق في المباراة القادمة ويساعده على التركيز على الجوانب الفنية دون أن ينشغل بأي أمور أخرى إدارية أو خاصة بالإقامة أو الملعب لأن كل هذه الأمور بيقوم بالتنسيق بشأنها الكابتن سيد عبد الحفيظ بصحبة الكابتن سامير عدلي بالتنسيق مع المسؤولين في الصفارة المصرية في غينية الاستوائية هو ميران استشفائي لثناء حراسة مرمى الأهلي شريف إكرامي محمد الشناوي طبعا الحراس أصحاب الخبرة الكبيرة في صفوف النادي الأهلي خضعوا لتدريبات استشفائية اليوم على هامش ميران الفريق اللي أقيم على ملعب التاتش للاستعداد لمواجهة كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا كان فيه شكوى بسيطة في الأيام اللي فاتت كان فيه شكوى من إجهاد عضلي عند حارس المرمى المتميز شريف إكرامي أيضا نجمنا الشناوي كان بيشكو من كدمة في الكاتف خلال التدريبات الأخيرة أو المشاركة في التأسيمة اللي من خلالها قام فيلر بتأسيم اللاعبين إلى مجموعتين وكان فيه ما يشبه مباراة تجريبية لللاعبين بالأمس وجود طاقم تحكيم لهذه المباراة زي ما تابعنا في فقرة الأخبار من حلقة الأهلي الليلة بالأمس وكان فيه تركيز وأجواء تشبه أجواء المباراة الرسمية بشكل كبير حرصا على تجهيز كل اللاعبين ودخلهم في التركيز بدرجة كبيرة وتقربهم من أجواء المباراة القادمة أمام كانوا سبورت والثلاثي الأهلاوي سعد سمير ورامي ربيع ومحمد محمود ثلاثي الفريق الأول في النادي الأهلي أدوا أيضا تدريباتهم التأهيلية اليوم من خلال تدريبات الفريق مساء اليوم على ملعب التتش هننتقل لخبر آخر نادفد بيقترب من الجاهزية إن شاء الله وبيستعد للفترة الجاية كان في جلسة مطولة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق للتأكد من الحالة الذهنية والنفسية والجاهزية البدنية والطبية لكريم نادفد اللي بيستكمل بنجاح الحمد لله بالنمجه الاستشفائي والعلاجي والتأهيلي بعد كل الأمور التي تم التأكيد عليها والتنصيق مع الطبيب الألماني اللي أجرى له عملية أو جراحة غدروف الرجبة في الفترة اللي فاتت للتأكد من أن كل التقارير الطبية بتسير بشكل إيجابي أو نتائجها إيجابية وبتقربه من العودة للمشاركة في التدريبات بقوة والمباريات حتى الآن هو بيغضع لجلسات في الجام وتدريبات تأهيلية وتقوية وأمور خاصة بالتجهيز البدني حتى يعود للجهزية الكاملة للمشاركة مع الفريق في تدريباته والمباريات القادمة إن شاء الله الكابتن سيد عبد الحفيز والكابتن سامير عدلي إن شاء الله هيكونوا خلال ساعات بإذن الله في غينية الاستوائية بيسفروا ويغدروا القاهرة مساء اليوم بيسبقوا الفريق بما يقرب من يومين قبل وصول بعثة النادي الأهلي من أجل تجهيز كل الترتيبات وأمور التحضير الإداري والخاص بالسكن أو الإقامة وملعب التدريب وكل الأمور الخاصة بالمواعيد والارتباطات اللي بيحتاج إلى تنسيقها فرقنا الأول لكرة القدم مع الجانب الخاص بالمسؤولين في فريق أو في النادي المنافس كانوا سبورت بطل غينية الاستوائية والترتيبات أيضا زي ما قلنا إنه كان في تذليل العقبات وجهود كبيرة جدا وتنسيق من خلاله تم توجيه الشكر عن طريق النادي الأهلي إلى المسؤولين في السفارة المصرية في غينية الاستوائية نظرا لاستجابتهم لكل الترتيبات المطلوبة والتنسيق وتسهيل مهمة النادي الأهلي وبعث النادي الأهلي في رحلته إلى غينية الاستوائية والأهلي يحدد موعد العودة من غينية الجهاز الفني استقر على العودة إن شاء الله فجر الاثنين المقبل وده الموعد النهائي اللي تم الاستقرار عليه للعودة من غينية الاستوائية بعد المشاركة في المباراة يوم 14 من الشهر الجاري في دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا أمام كانو سبورت خبر آخر رسميا اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة الدوري لموسم 2019-2020 أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الموعد النهائي لمراسم قرعة وسبقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019-2020 وانتهى موسم 2018-2019 وتتويج النادي الأهلي بطلا للدوري وأيضا توج نادي زمالك بطلا لكأس مصر وحيلتق إن شاء الله قريبا من خلال مباراة كأس السوبر المصري لسه لم يعلن أي أمر خاص بتفاصيلها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء اللي بالتأكيد هيكون لائق بقطباي الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك وأنه أفضل تصور لمباراة للسوبر هيكون بطبيعة الحال بين الفريقين الأكبر جماهيرية على مستوى مصر والعالم العربي وأفريقيا وإن شاء الله يستطيع نجمنا في فريق النادي الأهلي حصد هذا اللقب والتفوق على المنافس التقليدي للنادي الأهلي من خلال بطولة السوبر أو كأس السوبر المصري ترجمة نانسي قنقر